التنوين بالفتح هو صوت يأتي آخر الكلمة يشبه صوت الدباب ويكتب على آخر حرف بهذا الشكل ويأتي بعد التنوين ألف زائدة بهذا الشكل قال ما قلما بابا بابا عدد عددا نهر قل نهر رمح عل رمحا نتعلم مما سبق أن التنوين بالفتح عبارة عن فتحتين ويكتب على آخر حرف في الكلمة ويأتي بعد التنوين ألف زائدة ترسمها كذا بعد حرف منفصل بعد حرف متصل ويأتي بعد التنوين وهناك حالات لا تقبل الألف الزائدة بعد التنوين وهي تنوين الاسم الذي ينتهي بالتاء المربوطة لا تقبل الألف لا تقبل الألف تنوين سبق هواء الاسم الذي ينتهي بهمزة على ألف الاسم الذي ينتهي بألف فتن نتعلم مما سبق أن الألف الزائدة تكتب دائما بعد تنوين الفتح عدا الاسم الذي ينتهي بالتاء المربوطة الاسم الذي ينتهي بهمزة قبلها ألف الاسم الذي ينتهي بهمزة على ألف الاسم الذي ينتهي بألف وأضف إلى معلوماتك أن الكلمة التي تبدأ بأل لا تنون المشط المشطن الخوف خوفا الدمعا دمعا القرد قرد خيرا العلبة العلبة المشطن الثورة ترجمة نانسي قنقر